كذلك تحاول العزف على الأعصاب المجدودة في الإقليم إيران رئيسها إبراهيم رئيسي يتواعد في خطاب اليوم الوطني للجيش الإيراني أن أي تحرك ضد طهران سيواجه برد حاسم أدنى هجوم على الأراضي الإيرانية سيتم التعامل معه بشدة وصرامة يضيف رئيسي يستعرض هنا بعض أدوات الرد يؤكد أن رد الأيام السابقة على تل أبيب كان مدروسا ودقيقا إن في ذلك بواكير كسر معادلة الردع المألوفة وفق مراقبين مساعد وزير الخارجية الإيرانية علي باقري يؤكد أيضا أن الرد على أي خطوة إسرائيلية محتملة قد يأتي في غضون ثواني لا ساعات وستواجه تل أبيب ردا حازما وقاسيا نظير أصغر خطوة ضد إيران بدأ متحمسا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياه للذهاب نحو رد على رد إيران إنه يؤيد شن هجوم على تهران وفق الإعلام الإسرائيلي يسابق حماسه في ذلك متجاهلا تحذيرات الولايات المتحدة من تبعات ذلك على المنطقة ورغم مناقشات مجلس الحرب الإسرائيلي خطة عسكرية للرد على إيران عبر اجتماعاته إلا أن ضغوطا دولية كبيرة تمارس على إسرائيل منعا لصدور ذلك القرار تقول صحيفة هارتس نتنياه ومن معه لا يرضون بأن يكون الصد الأخير للصراع في المنطقة لإيران تؤكد هيئة البث الإسرائيلي رفضه تلقي اتصالات مهدئة من قادة دول عدة تبدو حتى الآن مانعة لأي ضربة إسرائيلية لإيران لكنها في نظر مقدرين لا تعني أنها مرغاة على الرغم من تأجيل مجلس وزراء الحرب ثالث اجتماعاته بشأن الرد ترجمة نانسي قنقر